اكتشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا كوكبا عملاقا شبيها بالأرض على بعد 31 سنة ضوئية من كوكبنا يدور حول نجم اسمه جي جي 357 وتحقق الاكتشاف نتيجة عمل أحد الأقمار الصناعية التابعة لناسا والمعروف اختصار باسم تيسا ويعمل على رصد الكواكب خارج المجموعة الشمسية وبعد العثور على النجم الجديد والكواكب التي تدور حوله جرى رصد الكوكب الذي قد يكون قابل العيش فيه وتقول ناسا أن على العلماء الآن قياس كثافة الغلاف الجوي للكوكب لتحديد ما إذا كان كثيفا بما يكفي لحبس الحرارة اللازم للتدفئة وسماح بوجود ماء سائل على سطحه